هذه الطريقة الصحيحة لتفعيل مميزات الذكاء الاصطناعي على الآيفون وتغييل شكل سيري لأن كثير جاني أسئلة عن هالموضوع بالبداية لازم تعرف أن مميزات الذكاء الاصطناعي تشتغل على آيفون 15 برو و 15 برو ماكس وسلسلة آيفون 16 فقط يعني لو عندك آيفون 15 أو 15 بلس وأقدم ما رح تشتغل معاك أول شي لازم تسويه تغير لغة جهازك ادخل لعددات عام اللغة والمنطقة وضروري تختار انجليش يو اس بعدها ادخل على ريجن اللي تحت اللغة وخليها يونيتد ستيتس الحين ادخل لعددات أبل انتليجنز ان سيري واضغط على جوين ذا أبل انتليجنز ويتليست وسوي متابعة وخلال دقائق رح تلاقي الميزة تفاعلت عندك مثل كذا وتأكد أيضاً اللغة هنا على انجليش يونيتد ستيتس وبكذا بتتفاعل معاك المميزات بشكل كامل وميزة تسجيل المكالمات ما اشتغلت عندي إلا لما غيرت المنطقة على يونيتد ستيتس يعني جرب عندك إذا ضبطت بدون تحويل المنطقة يكون تمام وللمعلومية ميزة تسجيل المكالمات وشكل سيري الجديد يدعموا حتى الأجزاء القديمة من آيفون XR إلى آيفون 16 وطبعاً مثل ما ذكرت سابقاً مميزات الذكاء الاصطناعي حالياً تدعم اللغة الإنجليزية فقط وما ذكرت أبل متى راح يدعموا اللغة العربية موسيقى